أعلنت وزارة الأشغال العامة عن قيامها بالتعامل مع 587 بلاغاً لإصلاحات الطرق والشبكات حيث جار العمل على 87 من إجمالي الشكاوى التي تم إنجازها وأوضحت الوزارة عن إجراءات تلقي البلاغات التي تقع ضمن اختصاصاتها حيث يتم فتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعتها ومن ثم تحويلها إلى فرق الطوارئ والقيام بالتعاملات داخل القطاعات المعنية وذلك يقع ضمن دائرة حرصها على سرعة الاستجابة